لدى إسحاق اضطراب في السلوك ما الذي يمكنه فعله؟ هذا إسحاق لدى إسحاق أخان وأم وأب وهو يسكن منذ ثلاث سنوات في هولندا يذهب إسحاق إلى المدرسة وهو يحب المشي مع أصدقائه في الشارع يغضب إسحاق بسرعة كثيراً ما يتشاجر إسحاق وهو يغضب إن لم يعجبه شيئاً ما يغضب جداً وذلك مثلاً إذا قال الشخص ما شيئاً غير مسموح به ويقوم عندئذ بالسب أو الضرب وهو يحمل الآخرين الذنب كما أنه يكسر أشياء أحياناً يحس إسحاق بالانزعاج من ذلك يغضب الجميع ذات مرة أحياناً لكن إسحاق يغضب كثيراً جداً وهو يتشاجر بالضرب كثيراً لذلك فإن الكثير من الأطفال يعتبرونه مشاكساً أو يخافون منه لا يحب إسحاق ذلك في الحقيقة إن ذلك مزعج بالنسبة لإسحاق يبحث والده عن مساعدة لا يعلم والدي إسحاق ما يجب عليهما فعله يقول الأباء والأمهات الآخرين أن إسحاق يتصرف باللؤم يفعل إسحاق أشياء لا يسمح بعملها يفرد والد إسحاق عقوبة أحياناً لا يصغي إسحاق إليه ويصبح غادباً جداً إنه يريد البحث عن مساعدة لإسحاق يتصل والد إسحاق هاتفياً بطبيب العائلة يذهب إسحاق والده إلى طبيب العائلة يشرح إسحاق ووالده المشكلة يصغي طبيب العائلة بشكل جيد إنه يقول أن إسحاق يحتاج لمساعدة يرسل طبيب العائلة إسحاق ووالده إلى الطبيبة النفسية يمكن أن ينظم طبيب العائلة والبلدية مساعدة للأطفال يسمح للطفل دائماً باستحاب شخص إلى الموعد شخص يثق الطفل به يذهب إسحاق ووالده إلى الطبيبة النفسية إن الطبيبة النفسية هي طبيبة تساعد الناس عن طريق الحديث معهم كما تمنح الطبيبة النفسية أدوية أحياناً يصغي الطبيب النفسي بشكل جيد وهو يعلم أو هي تعلم الكثير حول الأطفال الذين لديهم مشاكل إذا لم ترد أو لم تستطع التحدث باللغة الهولندية يمكنك طلب مترجم شفهي يساعد المترجم عن طريق الترجمة يتعرف إسحاق أولاً على الطبيبة النفسية ثم تجري الطبيبة النفسية فحصاً تطرح الطبيبة النفسية أسئلة على إسحاق ووالده وكذلك على المدرسة وذلك لكي ترى ما هي المشاكل الموجودة لدى إسحاق ثم ستساعد الطبيبة النفسية إسحاق تخبر الطبيبة النفسية إسحاق أن لديه اضطراب في السلوك لدى إسحاق اضطراب في السلوك ما هو اضطراب السلوك؟ يعني السلوك الأشياء التي تفعلها يعني الاضطراب أن شيئاً ما لا يسير بشكل جيد ليس كل من لديه اضطراب في السلوك متشابه يغضب الكثير من الأطفال الذين لديهم اضطراب في السلوك بسرعة ويقومون بالسب عندئذ مثلاً ويسرقون أحياناً ولا يذهبون إلى الدرس في المدرسة ويقومون بالتنمر أو يكسرون أشياء أو يضربون يمكن أن يصاب الأطفال في جميع أنحاء العالم باضطراب السلوك هناك أطفال لديهم اضطراب في السلوك في كل مدرسة يولد بعض الأطفال وهم لديهم ذلك يمكن أن تتعرض لشيء سيء في المنزل أو في البلد الذي أنت منه مثلاً يمكن أن تتفاقم المشاكل إن لم يكن الوضع في المنزل جيداً أو إذا كان لدى الطفل أصدقاء قليلين يحصل إسحاق على مساعدة إن اضطراب السلوك صعب بالنسبة لإسحاق وتساعده المعالج النفسية وهي تعلم إسحاق ما يمكنه فعله حين يكون غاضباً وكيف يمكنه حل المشاكل وكيف يمكنه تكوين صداقات بشكل أفضل كما يحصل والدي إسحاق ومعلمه على مساعدة وهم يتعلمون كيف يمكنهم مساعدة إسحاق تسير أمور إسحاق بشكل أفضل تسير أمور إسحاق بشكل أفضل بفضل المساعدة إنه لا يزال يغضب أحياناً ولكنه تعلم الآن ما يمكنه فعله كما يمكنه حل المشاكل بشكل أفضل ولديه الآن أصدقاء أكثر اشتركوا في القناة